في شخص كتب لي سؤال من غلاطية 3-13 ملعون كل من علق على خشبة إذن سي المسيح ملعون فهل تعبدون إله ملعون؟ أحبائي حاشة المسيح أخذ اللعنة اتصار لعنة لدرجة على الصليب يعني احتمل الترك الإلهي احتمل العذاب والألام لم ينفصل اللهوت لكن احتمل الترك على الصليب أشد العذابات وانصحق على الصليب وصار لعنة كما يقول في رسالة غلاطية المسيح حمل كل خطيانة وحمل كل لعناتنا على الصليب حملها بالكامل بموته وبقيامته يعني قدم الغفران قدم البركة عوض عن اللعنة فيعني موت المسيح كان موت بديلة وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه ثم المسيح مكتوب افتدانا من لعنة النموس اتصار لعنة لكي تحل علينا بركة إبراهيم يعني اللي أخذ المسيح بالإيمان فإذن أخذ اللعنة أعطانا البركة حمل آثامنا وأعطانا البر الذي وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه الذي هو نفسه حمل خطيانة في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا ونحيا للبر الذي بجلدته شفيتم هذا الشاول الترصوصي تقابل مع الرب يسوع وتغيرت حياته تغييرا ثوريا ثوريا جذريا من مضطهد ومجدف ومفتري إلى كارز بصليب ورسالة يسوع المسيح وما أكثرها في رسائل بولوس الرسول فإذن اللهوت طبعا اللي حمل اللعن يسوع كإنسان على الصليب لكن بموته وقيمته قدم لنا البركة والغفران هذا هو عمل الرب يسوع على المسيح فهو القدوس البار بلا خطية اللي أخذ مكانك ومكاني حمل بنفسه لعنتنا وقدم نفسه بديل قدم نفسه ذبيحة فدية قدم نفسه كفارة وبعد ما قام وقدم المسيح ما ضلش على الصليب وقبره يعني فارغ اليوم بتزور كل قبور الدنيا واليوم كل العالم بتروح على كنيسة القيامة في القدس لكن القبر فارغ كما قال الملاك ليس هو هاهنا لكنه قام فإذا أحبائي يا لعمق غنى محبة الله وحكمة الله ما فيش حال تاني إلا أن يسوع نفسه البار الكامل حتى يكون الكافي والكفيل أنه هو يقوم بعمل الكفارة كإنسان ويقدم ويوفي العدالة والمطالب الإلهية طبعا كإنسان وإله كامل أيضا موسيقى